ولكن انهار الخميس بيختلف وصل صوتك اليوم بالأنون تحيات سيدة عرب أعي والمخرج رودريغ نمنوم في قانون أقر بشباط الـ 2017 اسمه أنون حق الوصول إلى المعلومات لازم المواطن يتعرف على هالأنون حتى يقدر يطالب بحقوقه يمكن مر مرور الكرام عند البعض بينما حاول البعض الآخر أنه يستعمل هالحق ليوصل لمعلومات شو هي المعلومات اللي بيقدر يوصل للمواطن شو هي المستندات يلي بيقدمها الإدارات يلي فيه يقدم عليها كل هالتفاصيل رح نطرحها اليوم بحلقة وصل صوتك بالأنون وضيفتي المحامية جوالب عبود ريار أهلا وسهلا فيك ماتر أهلا فيك يا سيدة بحييكي بنا نبسط اليوم بكل هيكي بشوي هالأنون نبسطه ونوصله لكل مواطن لحتى يعرف حقه ولحتى يعرف كيف بيقدر يوصل للمعلومات من الإدارات ولاش ولكن بالبداية كانت حملتلك هيكي هالأسبوع أسئلة من قبل المستمعين شكيوة بتختلف عن موضوعنا ما رح ناخد غيرها بس وعدتون أنه اليوم نجاوب عليها لأنه حضرتك موجودة معنا رح جاوب على الأسئلة الأنونية اللي وردتني على البرنامج أولا فيما يتعلق بالبلديات حسن مكي تواصل معي عم بيسأل إذا البلدية ما قامت وما قدمت خدمات للمواطن يعني طرقات نظافة وغيرها كلفتوا البلدية في رسوم بدو يدفعها فيه يمتنع عن دفعة لأنه ما عم بيأخذ هالخدمات ياريت لو هيك كانوا نص المواطنين ما بيدفعوا نص الرسوم لا ما بيقدر هذا حبس الأموال بين يد المواطن تجاه الدولة لا ما بيقدر يقوم فيه تاني سؤال الضريبة على الأملاك المبنية حتى لو كانوا إخدين على الإسكان نعم الضريبة للأملاك بدأت تندفع الشيء الوحيد اللي بينعافة منه إذا إخد كرد على الإسكان هو رسم التسجيل وهنا ما زال حكينا عن رسم التسجيل بأنون الموازن الجديدة تخفض كان خمس ونص بالمية من الإيمة هلأ صار على أول ميتان وخمسين ألف من إيمة الشقة لنحسب بيصير تلات بالمية وفوق الميتان وخمسين ألف دولار أو تلاتمية وخمس وسبعين مليون هلأ أحسن نحكي بالليرة صار خمسة بالمية نعم آخر سؤال أو آخر سؤالين كيف المواطن بيقدر يتشكع الدولة بيجيني أكتر من أسئلة بهالموضوع أنا كيف بيقدر يتشكع الدولة يعني حسب أول شيء بنا نشوف على أي إدارة إذا بده يعترض على أرارة معين صدر عن الدولة بده يتوجه أول شيء بيتوجه على مجلس صورة الدولة إذا كان بهالإدارة ما فيه أرار بده يستحصل على أرار منه بيقبول طلبه أو برفضه وبيتوجه على مجلس صورة يعني أن جنرال هو مجلس صورة الدولة المختص بمقادات الدولة بس أكيد فيه شروط معينة يعني إذا فيك بارتكولياليزم ينطلب رأي محامة متخصص من الموار الإدارية يعني المرجع هو مجلس صورة الدولة سؤال عن قانون الإيجارات غير السكنية يعني هذا القانون يلي بعض الناس مش واضحة عنده بشكل سريع لأنه عملنا حلقات عن قانون الإيجارات ولكن طلبوا مني تحكي بهالموضوع هيك بشكل سريع قانون الإيجارات الجديد هو استثنى الإيجارات غير السكنية من الزيادات كان أسس لآخر الـ 2018-31-2012 رجعوا مددوه هلأ للـ 31-12-2019 لأن اعتبر المجلس الدستوري أن الوضع الاقتصادي بعضه منه منيح وما فيه إنتاج وبعضه منكمش قرروا أنه يمددوا لآخر الـ 2019 وبنسبة لزيادات ما فيه زيادات فيه زيادة المعدلة التضخم السنوية نعم آخر سؤال شوي غريب طرحت عليك تحت الهوى أحد المواطنين من بيت الشعار اتواصل معي عم بيقلنا أنه عنده شكوى مش عارف لمين بده يوجهها بقصة أنه بأرضه عنده شجر بده يشحلهم الجيران عم بيمنعوه يمكن عم بيمنعوه أنه يدخل على أرضه لحتى يشحلهم طالب البلدية قالوا لبلدية مش من صلاحيتنا شو بيقدر يعمل بهالحالي؟ إذا الشجر بأرضه بالمبدأ لازم يقدر يشحله من أرضه بس إذا لسبب تقاني ما بعرف شو منه قادر بيقدر يترجع عند هذا أمر المستعجل وبيطلب منه أنه يصدر قرار يسمح له بدخول إلى أرض جاره مؤقتا لا يشحل خاصة إذا في مشاكل يعني ما كثير كان واضح إذا في مشاكل البلدية هون ما إلا علي أما عندها صلاحيون لا مرجع القضاء هون اللي بيعطيه هك أمر مؤقت للدخول مؤقتا ويشحل هون بدي اكتفى فيون الأسئلة القانونية لماتر جوال بوعبود بموضوع آخر بنتقل حتى نحكي عن أنون حق الوصول إلى المعلومات نبسطه للمواطنين كيف بيقدروا هني يحصلوا على المعلومات وليش أنا كمواطن بدي أحصل على معلومات من الدولة ومن الإدارات أوكي مثل ما قلت مدام سيدة أنون حق الوصول إلى المعلومات صدر سنة 2017 من بعض مطالبات طويلة لأنه هو يعتبر جزء من طريقة المحيسبة والرقابة اللي بيعمل بمارسة المواطن على الإدارات نعم وعلى الدولة وعلى المسؤولين وعلى الأشخاص اللي بينتخبون وهو حق عالمي يعني منه حق جديد حتى ب بدول العالم بدول العالم حتى يعني إذا بتخيل من أيام البابا بول عفوا بول السادي سنة 1964 هذا الشي قريته على فكرة بكتاب الدكتور شرب القارح بجهله تحية لأنه على حد علمي هو الكتاب الوحيد اللي عم يتناول حق عنون حق الوصول إلى المعلومات دونك من السنة 1964 اعتبر البابا بول الساديس أنه حق المعلومة هو حق عالمي وكل مواطن لازم يكون عنده عنده هذا الحق الوصول وهو جزء من حق الحرية وحق التعبير وشفافية وشفافية إذا ما عندك داتا إذا ما عندك معلومات منك قدرة تحاسبك يعني هذا الحق هو للمواطن لا يقدر يرائب ويحيسب كل الأشخاص اللي هو وصلهم كانوا منتخبين محليين أو نواب أو كل المسؤولين اللي اللي بيتعطوا الشأن اللي بهموا يعني هنا بالنهاية عم بيتعطوا أهمية شأن المواطن بقى هيدا الهدف منه رقابة مسائلة شفافية نعم مكافحة الفساد مكافحة الفساد هلأ بما أنه هيدا عم نحكي عنا تراندينج الترشيل مكافحة الفساد بأي طرق هيدا هالأنون المهمة جدا لمكافحة الفساد طيب المواطن مثل ما ذكرت ماتر بوعبود أنه بيقدر حيالة مواطن إحنا مش عم نحكي يمكن هالأنون جمعيات بتوعنا بالفساد بمحاربة الفساد الصحفيين الاستقصائيين وغيرهم الخبرة بهمهم ولكن كمواطن أنا بسأل أنه أنا شو بدي من هالأنون وأي إدارات أنا بقدر رئبها وبقدر سئلة وحسبها هلأ أكيد مثل ما قلت اللي أكتر شي عم بيهتموا بهذا الأأنون عم بيكونوا هالن الصحفيين والجمعيات لأنه بحاجة لإحصاءات ويعرفوا شو عم بيصير بس كمان المواطن يعني حضرتك ببلدية معينة بدك تعرفك كيف عم تشتغل هالبلدية بقلولك عملنا واشترينا وزفتنا وغيرها عملنا مشاريع كيف بدك تتأكد إليك حق أنت كمواطنة تطلب مثلا موازنة موازنة البلدية وميزانيتها وقطع الحساب يعني هيدا حقك بدك تعرفك تقدري تمارسي وإلا على أي أساس انت خبتيون هيدا هيدا إلزام بسلطة محلية بأصغر شي بالسلطة المحلية وكل مواطن يعني كان شخص أو كان شخص طبيعي طبيعي أو معنوي معنوي يعني الشركات الجمعيات كل شي اللي بيتعدى الشخص الواحد بيقدر هو كمان يطلب هيدا المعلومات طيب إذا حكينا على مواطن على صعيد البلدية بده يعرف ميزانية هالبلدية كيف بتصير بيقدم طلب يعني على البلدية نعم تندل بأكزامبل محدد البلدية بيقدم كتاب خطة بيواجهه لرئيس البلدية وبقل له استنادا لأنون الحصول على المعلومات اللي هو رقمه 28 على 2017 أنا بطلب منك تزودوني بالميزانية البلدية مثلا وهون في نقطة كتير مهمة منه مضطر المواطني يعليل يعني ما ضرور يقول ليه بديه هذا حق مطلع فالكونتر التعليل بيجي من جانب الإدارة إذا ما بده تعطي إذا رفضت إعطاء المعلومة أو المستناد لازم تعليل تقول شو السبب لأنه هو حق مطلع بيجي عليه استثناءات إذا ضمن هالاستثناءات في رفض معين لازم يعليل للقرار طبعا إذا البلدية ما بدنا نحكي عن رفضت إذا بدنا نقول إنه البلدية طلبت منه إنه ليش بدك هون هالمعلومات وإذا بيحق إلو هالمواطن ينشرون بدون موافقة البلدية ينشرون هو عم بيخدون لا يستعملون القانون بيقلك ما إلو حق يستعملون لغيات تجارية دونك ينشرون إيه أكيد إلو حق ينشرون بس ما في شي اسمه سوق استعمال يعني ما يستعملون لا يشهر أو لا يبيعون أو يعني يستعملون بطريقة غير منه ليجيتيم بس إيه أكيد ما في شي بيمنع يعني الأنون منه مينعوا به خلينا نقول الأصدقاء إذا بيحبوا يتواصلوا معنا فقط بهيدا الموضوع يطرحوا أسئلتهم بموضوع أنون حق الوصول إلى المعلومات يستفسروا عن كمان نقاط تانية مهمة وهلأ رح نفوت فيها فيهم يتواصلوا معكمات رح على 01-325-35 01-21-380-76-111-025-03 Voice message ما بلاحق اسمعون تحت الهوى لأنه ما بدنا نذكر أسماء بس بتبعتوا لنا كي تايبتان فينا نجاوبكم معنا مضيخة لا تريد إذا بتسمحي بس كمان بدنا نحيل الأصدقاء يلي عم بيتابعونا على صفحة Voice of Lebanon 100.5 على فيسبوك بيج أهلا تفضل بنا نوطي صوت الراديو صباح الخير صباح النور تفضل مختار أهلا مختار العين أنا بتشكري كتير أول شيء يظهر أنه الاتصال معكم مفادنا كتير يعني والحقيقة أنه اتصلت فيه العمليات من أول مبارع رأمي وقالوا لي شو لو الصح حكيت له حكوا مع مخفر رأس أجوا الدرك مبارع ضلوا شي ساعة شالوا السيارات كلها حكينا مع مخفر رأس اليوم يا عمي ما بيصير فيه بدنا حال جذري اجوا الدرك لو موفوش ساعة ونص ما خلوا لسيارة فلوا رجعي يعني الدرك مش عم بيعمل يعني مش عم بيحجل السيارات الغير شرائية أنا بس بدي يسأل سؤال من خلال زيادكم الكريمي لسعط المحافظ اللي نحنا من جل ونحترموه أنه طيب ماني أدري فهم كيف بيبعط كتاب لبلدية أو لقوة الأمن يشرعوا لشي غير شرائي أنه دبروا للمكان لسيارات غير شرائية مختار هاي السيارات نعم لا مسجلة لا ميكانيك لا تعميل آآ كلها سواء انقاب طيب أنا صعبت المحافظ كيف بيقبل أنه البلدية تعملوا المطرح لهاي السيارات طيب هذا الشفاف إذا طلع من الموافو ضرب له حدا مين بيحمل المسؤولية يعني مختار مختار شكرا القوى الأمنية ولكن تحفظت عن أن نقول شو بدهم ياخدوا تدابير لأنه مش معقول نقول أنه رح ياخدوا تدابير على الهوى وكل المخالفين بيروحوا على بيوتهم أنا رح ضلني تباعة وبرجع بتواصل معك بعد الحلقة بتمنى برجع بقول بتمنى يكونوا الشكي واليوم بيتعلقوا بموضوعنا حق الوصول إلى المعلومات ماتر جوالبو عبود بدنا نتابع غير البلديات قلت عن الإدارات والوزرات كل الوزرات بدون إسناء وكل الإدارات العامة كل الوزرات مجلس النواب هيئة الهيئات الإدارية المستقلة أجيرو دوان المحاسبة مؤسسة كهراء لبناء كل كل الإدارات الدولة بلأ استثناء باستثناء واحد هو المحاكمة الطائفية نعم بيقدر المواطن يطلب معلومات معلومات بده يكون في محامة عم بينصله هالناس لا أبدا أبدا فيه هو ينص ناص يعني كتير رح يكون سامبل الناس يعني أنه بده يتوجه بس للإدارة بده يقول شو هو المستند هنا أكيد قد ما فيه يقدر يحصر المعلومات عن المستند يسهل عملية البحث عنه لأن خاصة إذا مستند قديم يعني إذا بيقدر يعرف شو هو يحدده شو نوعه شو تاريخه إذا كان في رقمه فيه يقدر يشوف بالأرشيف إذا كان ماري عليه زمان يعني نعشر سنة يطلب من المحفوظات الوطنية يعني الأرشيف طبعا الدولة نعم قد ما كان إلو وقت نعم وين بيوضع هالكتاب إذا بدنا نسميه بالإدارة بالألم بكل إدارة للدولة في شيء اسمه الألم هو مطرح ما بتتسجل كل المعاملات يعني بس يفوت على إدارة بيقول وين الألم وين فيه يسجل طلب بدلوا وين بسنة الماضي تاريخ سنة الماضي انطلب من وزارة الداخلية صورة عن مرسوم التجنيس اللي صدروا وعمل مشكلة معلومة معينة من وزارة الداخلية ما عطتنا يعني عم بيكون عم بيصير فيه استنسابية بهيدا الماضي بس هون القانون استثنى نوع معين من المعلومات اللي ما بيقدروا الإدارات يعطوها للمواطن مصبوط بس أوقات ما عم بتكون مش بس استنساب يعني بيكون مش من مصلحتهم يبينوا معلومات هلا شو عم بيعمل أوقات في عالم عم بيقولولون اوكي إذا ما عطيتونا نحنا رح نطلع على الإعلام هنا دور لأيكم كتير كبير أنه عم بيضو أنه هيدا الإدارة رفضت تعطيني عم بيرجعوا يعطون في منهم يعني تحت الضغط تحت الضغط يعني لسه ألحظ هلا عم بيكون القانون مترافعة لأنك الطالبة أوقات عم بيتجاوبوا بس ما عم بيتجاوبوا عم تستعملوا وسائل ضغط تانية نعم إذا بنا نحكي شوي عن يعني المواطنين يلي مثل ما قلت أنه ما في حدود لحتى يطالبوا في حال امتنعتها للإدارة عن إعطاءهم هل في مهلة معينة أولاً لحتى تجاوبهم نعم بيرحظة الأنون الأنون لحظ مهلة 15 يوم من بعد الـ 15 يوم فيها تجاوب ياب القبول ياب الرفض وفيها ما تجاوب عدم الجواب يعتبر أنه رفضت دونيا يعني اعتباراً من اليوم الـ 15 فيه الشخص يراجع وفيه يقول ليه وفيه يطعن بقرار الرفض الصريح أو الضمن وكمان بكتاب آخر يوضع بقلم الإدارات لا الاعتراض ما بيصير عندهم هلأ هوني في مشكلة إذا بديك براتيك لأنه هيدا الأنون لحظ أنه طرق المراجعة ضد قرارات الرفض هي بتصير بهيئة مستقلة تابعة لهيئة مكافحة الفساد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيدا الهيئة ما تشكلت يعني وبالتالي بده يصير المرجع مجلس شورة الدولة اللي هو الأنون العام يعني بده يروح عمجلس الشورة يقول هيدا الإدارة متنعية ويطعن بقرارة طيب هالطعن بقرارة بمجلس شورة الدولة قداش بياخد وقت حتى يردوا عليه كمان بياخد وقت كرميل معلومة نعم يعني هيدا مالورزمو من سيئات التطبيق وهون عطولة بنرجع يعني النصوص لحالة ما بتكفي إذا ما فيه إرادة بتطبيقة راح تضل حبر على وراء بس هيدا الشي ما بيمنع إنه إذا وحد بده يكون إيجاب وأنا بطبع إيجابية على القليل صار عندنا قانون وهيدا القانون مع الوقت إذا ضل في ضغط والعالم صار عندها السقافة المعينة إنه يعرفوا وشي في عالم ما بيعرفوا إنه موجود بس يعرفوا صار فيهم يمارسوا هيدا الحق وكل ما يتمارس هيدا الحق أكتر كل ما بيصير من الأمور الطبيعية والبديهية وبتأمل إنه لبنان يعني بمشواره بمكافحة الفساد كمان يتطور وبتسر يعني هون المواطن المواطن ممنوع يقول أنا ما بقدر رائب وما بقدر خلي رائب ويحاسي وبعدين النتيجة بتكون مثل ما قلنا متفاوت بس عنده يعني الرافعة موجودة النص موجود مدخلات قالوا بموضوع أهلا أهلا بدي بعضك أنا عندي مداخل يمكن ما بحر هذا داخلي بالموضوع أهلا ابني زعبوا لي من المدرسة ودافع أنا مليونين ليرة أول السنة ومنعيد الميلاد زعبين لي من المدرسة ومن يومين اتصلوا فيي بدهم مصاري نعم وأنا معدر يعني ادفع كل شهر أي والمطلوب أنا عملت استشير أنا القانون شو بيقدر بالأنون بالأنون أنا شوفير تاكسي وفي حدا سرق لي وراء السيارة صار لي تلبتش وقاعد بالشغل ورفاق دعوة الامبير حكنت بأصل عدل معاييرين يجلسي بشهر عشرة طيب أنا ما فيني أقعد بالشغل لشهر عشرة وأبني ما قدر اتفعله صار بربرة المدرسة يعني شهر عشرة يعني رحت السنة هذه وراح سنتجي علي كمان مدرسة خاصة مدرسة خاصة يعني هون لسه لا يعني هو بالنهاية فيه متوجب ما صاري عليه يعني ما بده يفاود مع المدرسة يعني تفضلي بأنه بتجاوبني على هيدا يلا ناخد السؤالين أحسن ما نترك على تليفان يلا يلا هي بلدية الدكواني بالزبط نعم المنطقة صيناعية وتاني سؤال تاني سؤال في جنب هيدا العقار نبعد ما بتطلع وعم تسبب درر على العقار اللي فيه المنطقة الصيناعية رجعنا البلدية كذا مرة ملعينا التجاوب ومن البلدية زيتا في مستوعبات حطتهم للزبالي بهيدا العقار كذا مستوعب بتجمعوا كل الزبالي من كل المناطق بطلعوا كاميونات بفضوا رجعناها فيهم ملعينا نتيجة طيعي عم تسألي بالقانون شو فينا نعم بالقانون أولا لشو بدفع أنا مصاري واحدة وعشرين محل صناعي إذا ما منقدرني إذا ما فيني من الراجع أوكي أهلا فيك هيدا سؤال بالبداية طرحت عليك أكتر مصبوط يعني بس لسؤال حاز يعني أنا عم برجع أقوله بالمبدأ ما صح عم ندفع حتى نستحصل على خدمات بس إذا حد بدي تشكي على البلدية وين بدي يروح كمان بروح على مجلس الشورى مش على وزارة الداخلية إذا بدو يطالب بالتعويض لا على المجلس مجلس شورى مدخلة قالوا حدا عم يسألك ليه ما فينا أونلاين نحصل على المعلومات بالمبدأ هو في نشر حكمة حسب هيدا القانون كل الإدارات وكل الوزارات مفروض ينشروا ينشروا أونلاين بس مش كل الوزارات عندها كل شي هلأ كلهم عندهم ويبسايتات أبديت بس مش موجودين في بس ثلاث وزارات بقبنوا خدمات الإلكترونية اللي هي وزارة الاقتصاد وزارة المالية وزارة التربية هو اللي بيقدر المواطن يدفع من خلالهم بس قليل نشوف على هالمواقع الإلكترونية للوزارات مثلا ميزانية يعني طقاري سنوية لأنه ما في شفافية هيدا مش لتشفافية بلا بلا طالب القانون أنه هو اللي ينشر حكما إذا بدي كمين بقرالك على المزبوط شو هن المستندات اللي لازم يكون في نشر حكم اللي هي القرارات والتعليمات والتعميم والمذاكرات اللي فيها تفسير للأوانين والأنزمة خلال 15 يوم من تاريخ صدورة وكمان بيكون النشر بالجريد الرسمية وهنا منرجع على موضوع الجريد الرسمية اللي هي لازم تكون هي ملك عام يعني أبن للكيل هلأ صار نشر أكيد لازم تكون مجانية صار في نشر بس كمان هون ما في احترام للأوانين وحتى بقلولك كل العمليات اللي بيصير فيه دفع أموال عمومية فيها بتزيد عن الخمسة مليون كمان لازم خمسة مليون ليرة أكيد لازم تنشر على المواقع الإلكترونية مرحبا أهلا سعدي مساكي أهلا فيك تفضل معك مواطن تفضل مرسي لعليك أنا حكيت مع حضرتك كرميل وقصة الموضوع اللي صار معنا بسهول أحد نعم بتمنى عليكم برجع يعني خليني برجع بحكيك من بعد الحلقة بتمنى عليكم اليوم وصل صوتك فقط للأنون وتنين ثلاثة أربعة بجاوب على كل الشكاوى الحياتية اليومية اللي عم تردني على البرنامج اليوم بس منلتزم بالأنون إذا عندكن أي سؤال بتعلق بموضوعنا أنون حق الوصول إلى المعلومات ماتر بنرجع نفوت بهيدا الموضوع في موظفين بالإدارات بعضهم ما بيعرفوا عن هالأنون ما بيعرفوا أنه المواطن بحق اللي صار يروح يسأل الإدارة يعطيني الميزانية يعطيني أي معلومة طيب هون هون هذا شيء مش مسموح لأنه مفروض يعني في هرامية وهيكلية بكل إدارة يعني إذا رئيس هالهيكلية أو هالهرامية منه عارف في مشكلة كبيرة يعني وما في أنون ما بينشر وما بينحك فيه يعني هذا مننا عمنا حجة اللي منه عارف وإذا أنت رايحة وقال لك ما بعرف بتعطي رقم القانون وبصير عارف يعني عم يسألوك ما بعرف ليش رحوا على البلدية اليوم في مشاكل بين المواطنين والبلدية ابني كان موظف البلدية فجأة طلع قرار بتوقيف وتعيين أشخاص من قبل رئيس البلدية وكل يلي وظفن عندن وظيفة أخرى شو الحال وهيدي بعتقد كمان بتندرج ضمن ضمن إنه الوصول يعني إذا فيه موظف بيشتغل بدولة وأكتر من وظيفة هو إله حق يطلب من البلدية تعطيل أسماء الموظفين عندن هيدا أكيد بس بموضوع التوزيفات ما بعرف لأنه في كذا نوع من التوزيفات بالبلدية في منهم سبتين في منهم متعقدين يعني ما بعرف على المظبوط شو وضع الشاب اللي عم بيحكي بالنسبة للحسابات إذا ما نحكي عن الحسابات وبالفترة الأخيرة نحكي كتير بهذا الموضوع حيلا مواطن أي مواطن بيقدر يطلب من وزارة المالية حسابات وميزانية حسابات نعم الدولة واللي هي أصلا لازم تكون منشورة حكما وهون لأنه نحنا منتعرف من 93 ما كان في حسابات للدولة هلأ صاروا كلهم موجودين بفضل مدير عام وزارة المالية ألم بيفاني كمان بوجهله تحية اللي رجع إعاد تكوين حسابات الدولة من 93 لهلأ وقدمها لحية بدوين المحاسبة موجودة دونك حيلا مواطن حيبة بيطلع على حسابات الدولة بيقدر يقدر يقدم طلب على دوين المحاسبة ويستحصل على نسخة عنها وبشرجعهم وهيدا الإجراء هلأ بيعطوه ما بيعطوه غير موضوع بس هيدا الإجراء الأنوني نعم إذا بدأ نحكي شوي كمان على موضوع تاني اللي هو بالنسبة للطلب قلت أنه خلال مهلة 15 يوم بس في وزارات بيتأخروا شوي حسب المعلومات اللي طالبها المواطن يمكن تكون بدأ وقت أطول هون كيف بيصير فيه تواصل بينه بينها المواطن لحتى ما يعتبر المواطن أنه في مهلة 15 يوم خلص يعني رد الطلب هون في نقطة كثير مهمة 15 يوم منا مهلة إسقاط بقوله إسقاط بالقنون مش أنه إذا ما عطى 15 يوم ما بعود إلى حق الإدارة خاصة مثل ما عم تقولي إذا في بعض يمكن بده تفتيش أو يعني الإجراء لتوصل لها المعلومة أو المستند بده شوية وقت ومنعرف أنه بيكون في ضغط كثير على بعض الموظفين مشكل لهم أكيد بقى المواطن أكيد لازم يراجع يعني ابتداء بعدين إذا حس في نوع من المماطلة خلص يعني بتبين أنه ما رح يعطوه ساعة بيصير له حق يعتبر أنه في قرار ضمن بالرفض بالنسبة لبعض الشركات يعني إذا بدنا نحكي عن أجير عن مجلس الإنماء والإعمار عن بعض الشركات يعني بتتعامل مع الدولة بيقدر كمان المواطن يستحصل منه على معلومات ومستندات بيقدر وهيدا الشي اللي صارت كمان حيث مع نائبة بولا يعوبيان وقت طلبت من مجلس الإنماء والأعمار مستندة بتتعلق بالمحار وقت ما مزود بس أكيد قالوا حق بنحكي عن حق المواطن عنده حق بس بدنا نحكي بالشيء الأكبر هو بالتطبيق بالإرادة السياسية بالمحاسبة يعني أنا إذا إذا إدارة امتنعت أو وزارة امتنعت عن إعطاء هالمعلومات أنا كيف بدي حسبها وحسبها وروح للآخر طريقة المحاسبة والمراجعة معقدة أكيد لأنه قلنا أنه ما في هلأ بعد ما أنشقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وصارت أصعب يعني بدو يراجع بدو يروع على مجلس سورة الدولة وأكيد بتصير معقدة أكتر وبدو تكليف محام بمجلس سورة الدولة أهلا أهلا تفضل إليزو إلي تفضل إلي حديثكم اليوم بالتمع مع حديثكم بارح لك نوال كانت عم تحكي عن الفساد أنا سي جامعي وكنا بسنين الماضي نعوز جواة الصف الجريدة الرسمية وكنا عم كانت أكسيد فينا نفوط نشوف الغريب هدا وقم سمعكم عم تقولوا إنه أوكي بس ما رأيت مدول الكيرام إنه أوكي بطلت أكسيد ما مرأيت أبدا أستاذ يعني عمل ضجة طويلة عريضة عليها بوقت يعني لما صارت مدفوعة بس شو مفروض نعمل لنضلنا على طول معاليين الصوت لأن هذا شي مش مقبول ليقدر هن يخبوا الكونتريات يلي مطبع بحديثة يلي مفروض تفوت الجريدة رسمية هذا شي أبدا مش مقبول نعم ونصول للمعلومة وهيدا هو من أهم مهمة مركز لازم ينعمل أنا برأيي مراجعة قضائية بمجلس شورة الدولة من قبل المواطنين اللي يعتبروا متضررين من هيدا الموضوع يعني لماذا عم نحكي المجتمع الأهلي لماذا عم نحكي بس مواطنين مش بس بس هيدا اكتراح يعني النواب من مكان يعني هيدا حق للكل هيدا ملك عام هيدا ما لازم يكون عم بندفع حقه أكيد أهلا وسهلا فيك في سؤال تاني نو ماتش كتير أهلا وسهلا فيك عم حمد بموضوع الحق بالوصول إلى المعلومة هل تقبل البلديات إعطاء كم مبالغ تكليف كل الجيران ونعرف مين دافع ومين منه دافع هودا المعلومات بيقدروا كمانا يحصلوا عليهم البلدية مين دفع الرسوم مين لا هو الاستثناء بالحصول على المستندات بس تتعلق بالأمور الشخصية يعني إذا في الأسامة والعناوين لا ما بيقدر يفوت على الأسامة كمانا بيلال بيقول أنه يمكن برات لبنان بالخارج بتمشي هكوانين بلبنان صعب شوي بدنا نضل مش نتعمل بدنا نضغط نضغط رقمتي بثلاثة تمانية ستي لمجال هل القانون بيحمل بيانات الشخصية لدى الدولة اللبنانية مثلا أصحاب جوازات السفر نعم كل شي بتعلق في بيانات شخصية هيدا مستثنية من غير قابلة للإطلاع مثل شو البيانات الشخصية أخراجات لقيت بالأسامل الباسبورات إذا بدوا المواطن يعرف معاشيت موظفين بيشتغلوا بأي إدارات في بيقدر بيقدر أكيد نعم الموظفين ويغتبون يعني ينشرب بأي هدف يعني أنا بدي فيه ينشرب ما في شي بيمنع القانون ما منع نشرب يعني ما بيقدر المتضرر يتشكع لها ما بيقدر متضرر يتشكع على هالواطن لا بدو يكون متضرر اللي بيشتغل بالدولة هيدا موظف عام هيدا لازم يكون كل شي يعني لازم يكون عنده شفافية ويقدر يبرز كل شي يعني بره النواب كل العالم بتعرف بصرح وحيال المواطن بيجي بيجي على البريفكتور وبيطلو بيطلع على حساباته يعني هيدا ضمن من ضمن الشفافية يعني هيدا شأن عام منو شأن خاص نعم ألو أهلا فيك تفضل صديق اليوم مشاكل ما فيه اليوم بدنا نحكي بالقانون فقط كمان سؤال لا مجل الوصول المعلومات المتعلقة بنظام المعلومات الجغرافية للدول اللبنانية لا ما فيه استثناء علي الاستثناء محددة هي البيانات الشخصية كل شي بيتعلق بالأمن القومي بالتحقيق الجزائية ما إجانس يعني مطرح ما فيه استثناء لازم يكون المعلومة قابلة للإطلاع يعني أنا بدعي الكل يطلعوا ويقرى القانون هو منه كبير ثلاث صفحات ببين شهن المعلومات القابلة للإطلاع وشهن اللي غير قابلة للإطلاع يعني بضمن القانون فيه المستندات الإدارية المتعلقة بمعلومات ذات طابعة شخصية إزاكارسية إخراجات القيد قيود الأحوال الشخصية إذا بدنا نحكي عن بما في ذلك عنوان بروتوكول الإنترنت هذا يعتبر شي شخصي معلومة وهون كمان تم إدخل الإي في أدرس بطلب من دكتور شربر قريح اللي كان باللجنة اللي وضعت سياغة مشروع القانون نحنا متأدمين على بعض البلدان بهيد النقطة بأنه هلأ اللي عملنا مش أكتر بالنسبة للمستندات غير قابلة للإطلاع لفتنا المستندات اللي بتتعلق بمحاضر الجلسات السرية لمجلس النواب وليجانه ومداولات مجلس الوزر ومقرراته اللي بيعطيها طابع السرية فيه يعطي رح رح وصل لسؤالك ايه فيه بعض المحاضر واجتماعات بقول هيدا إلى طابع السرية أنا ما بدي نشرها قس يعطيها من الأول طابع السرية بتصير غير قابلة للإطلاع متل ما ذكرت إنه ما في شي يعني إذا ما كان الاستثناء يعني كل شي قابل ووزارة الدفاع لأ وزارة الدفاع بقوله فيه أسرار بالدفاع الوطن هيدا اللي بتتعلق بالأمن الكومي وأمن البلد بالخارجية الخارجية كمان لا هنا أسرار الدفاع إدارة العلاقات الخارجية كل شي بينال من المصالح المالية والاقتصادية هيدا هيدا شي كبير يعني هون المشكلة أوقات بالمفاهيم تستعمل بعض العبارات اللي منقلها المطاطة اللي بيفوت فيها كل شي اللي بتحمل أكتر من التأويلات لا الاستنسبية دونك عنا كمانا لا حقيقة الأفراد الخاصة هاللي قلنا عنهم كل شي بتعلق بصحتهم العقلية والجسدية وكل شي محمية بقانون السر المهنة مثلا نقابة المحاميين بيبقى بيبقى في سرية بين الموكل والمحامي طبعه هؤلاء كمانا بيكونوا داخلين بالمحاكم بالمحاكم محادر الجلسات مثلا هي أصلا علنية دونك فيه يطلب الاستحصال على محضر إلا تبعض الاستثناءات اللي بتتعلق بأوقات بالأداب العامة كل التحقيقات البعض الجارية قدام قادة التحقيق الجزائية كمانا مستثناء يعني فيه مننا بتبقى علنية قابلة للإطلاع والبعض الآخر لا إذا بنا نحكي شوي عن الشقة الإعلامة كصحفية بالنسبة لأضايا بالمحاكم أضايا كبيرة كمانا ما بيقدر الصحافة يستحصل عليها بس يكون بعض الملف قيد الدرس وقيد التحقيق موحدة بيت تبع لنا أسئلة كلهم راحوا على البلديات شو المشكلة مع البلديات ما بعرف 417 بيقلك في كتير بلديات بالساحل المتن جنوب واتحاد بلديات بيطلبوا وظائف بس بعمموها فقط على خاصيتهم هل في نص قانوني بيلزمهم أقل وأنه يكون هناك لوحات إعلانية رسمية بهالموضوع نعم لازم ينشر لازم ينشر الإعلانات عن التوزيف نعم 189 بالنسبة لهذا الموضوع يعني كمان ما بعرف رح أترك لك الحرية تجيو بكمان البلدية عم بيسأل إنه إذا في البلدية بدأ تاخد منك أرض وين بتقدر تتشكي عليها الاستملاك بدأ تاخد أرض أثار لأكتر من 60 سنة في شي ما في أتخذها بلا ما يكون في مرسوم استملاك يعني ما بعرف شو سير مع المواطن بس البلدية بس بدأ تستملك أرض بدأ يصدر مرسوم استملك حتى نختم هيك حكينا عن إذا بدأ نقول المواد وحكينا شو الأشياء المستندات وبيبقى الأهم التطبيق التطبيق والإرادة الإرادة السياسية هي الأساس المشاكل هون لأنه يعني نحنا منا منا أقل من كتير بلدين تطورت وبس يكون فيه إرادة موجودة ويكون فيه عن جد نية أنه يسلحوا هالبلد النصوص موجودة والمواطن كيف بيقدر يضغط المواطن بدو يضل يطالب يعني أوقات ما عنا إلا الكلمة ما عنا يمكن أكتر من هيك أو اللجوء إلا القضاء حتى لو ما عنا الساعة لا بالمسؤولين ولا بالقضاء بدنا نضال لعنا نافذة أمل وإلا شو منعمل منقعد منستسليم يعني الأمل هو اللي بدو مدام عرفت حقك بدك تمارس هالحق يلي بيكفل لكي قانون حق الوصول إلى المعلومات إذا ما قدرت وما تجاوبوا معك فيك تطلع وتحكي وتقول أنه أنا ما تجاوبوا وما نفذوا الأعمال الأعلام كتير يعني هيدا السلاح كتير قوي بيد المواطن وكل منابر الأعلام صارت مفتوحة من الراجو للتليفزيون يقولوا يعني ما حدا يستحي يقول أنا قدمت هيدا الطلب لهيدا الوزارة لهيدا الإدارة وما تجاوبت شكرا لألك المحامي جوالبو عبود ريار أهلا وسهلا فيك إلى اللقاء الخميس المقبل وصل صوتك فقط بالأنون وثنين ثلاثة أربعة تنعش وثلاث وصل صوتك بالشكيوة اليومية تحية سيدة عرب آعي والمخرج رودريج نمنو